موسيقى مرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة الرياضة للصف الأول الأعدادي الوحدة الأولى من قسم الهندسة الدرس الأول بعنوان مفاهيم هندسي سنأخذ اليوم بعض المفاهيم الهندسية لندخل في قسم الهندسي المفهوم الأول النقطة 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 هي شكل هندسي ليس له أبعاد أو مساحة عندما نقول ليس له أبعاد أي ليس له مساحة طبعا نرمز له بأحرف كبيرة مثلا A B C إلى آخره أي إذا كان لدي نقطة نقطة بهذا الشكل مثلا النقطة A أو النقطة B هذه هي النقطة المفهوم الآخر الثاني المستقيم المستقيم هي مجموعة غير منتهية من النقط نقاط تقع على استقامة واحدة مجموعة غير منتهية من النقطة تقع على استقامة واحدة طبعا نرمز لها بD مثلا أو بنقطتين منه مثلا A B مثلا A B بهذا الشكل طبعا مجموعة غير منتهية من النقاط أي إذا كان عندي نقاط طبعا مجموعة غير منتهية من النقاط تقع على استقامة واحدة طبعا قلنا نرمز لها بD أو نقطتين منه مثلا A B نسميه مستقيم غير منتهية طبعا نلاحظ أنها غير منتهية من الطرفين هي مستقيم طبعا نستطيع أن نأخذها بشكل غير فقط نقاط لأنها تتواصل مع بعضها هذه هي المفهوم الثاني لدينا ملاحظات من نقطة الملاحظة الأولى نستطيع من نقطة رسم عدد لا نهائي من المستقيمات أي إذا كان لدي نقطة مثلا النقطة A نلاحظ يمكننا أن نرسم عدد غير منتهي من النقاط التي تمر بهذه النقطة طبعا نستطيع أن نرسم عدد لا نهائي من المستقيمات التي تمر من هذه النقطة أما الملاحظة الأخرى إذا كان لدي نقطتين مثلا A وB لا يمكن رسم غير مستقيم واحد يمر بهذه النقطتين مثلا أيضا عندي النقطة C وD أيضا لا يمكنني رسم غير رسم مستقيم واحد يمر بنقطتين طبعا مختلفتين أما من نقطة واحدة نستطيع أن نرسم عدد لا نهائي من المستقيمات نأخذ مفهوم آخر نصف مستقيم نصف مستقيم هو جزء من المستقيم ولكن محدد من أحد جهتين هو جزء من المستقيم ولكن محدد من أحد جهتين نصف مستقيم أيضا هو جزء من المستقيم ولكن محدد من أحد الجهات مثلا هذا هو مستقيم غير محدد من هذا الطرف ولكن محدد من طرف واحد فقط هو نسميه نصف مستقيم نأخذ المفهوم آخر قطعة مستقيمة القطعة المستقيمة هي أيضا جزء من المستقيم ولكن محدد من الجهتين قلنا نصف المستقيم هي جزء من المستقيم ولكن محدد من أحد جهتين الجهة محددة والجهة الآخر غير محددة أما القطعة المستقيمة فمحددة من الجهتين فهي جزء من المستقيم محدد من جهتين أي بهذا الشكل محدد من هذه الجهة بنقطة ومن الجهة الأخرى أيضا محددة فنقول إنها قطعة مستقيمة نلاحظ المستقيم غير محدد من الجهتين هي مجموعة غير منتهية من النقاط تقع على استقامة واحدة أما نصف المستقيم فهي جزء من المستقيم محدد بجهة أما القطعة المستقيمة فهي محددة من الجهتين أشواء 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 هي قطعة مستقيمة موجهة 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 ولكن موجه له اتجاه محدد من A إلى B كما هذا الشكل أمثلا من C إلى D بهذا الاتجاه له جهة محددة فنقول عنه شعع أما في القطعة المستقيمة A B B A هي قطعة مستقيمة أما عندما نقول من اتجاه محدد A إلى B فنسميها شعع لدينا ملاحظة طبعا المستوي نذكر دائما كلمة المستوي المستوي هي تتمثل بمثلا سطح ورقة الورقة هي نستطيع أن نسميها مستوي السبورة مستوي السبورة نلاحظ سطح السبورة هي مستوي سطح طاولة هي مستوي سطح زجاج مستوي فهذه الأشكال نسميها كما قلنا المستوي نأخذ مفهوم آخر الزاوي الزاوي الزاوية هي جزء من المستوي محدد ب نصفين مستقيمين مشتركين بنقطة الزاوية هي جزء من المستوي محدد بنصفين مستقيمين يشتركان بنقطة أي إذا كان عندي هذا نصف المستقيم وهذا نصف المستقيم مثلاً نلاحظ بأنهما نصفين مستقيمين يشتركان بنقطة فالجزء من المستوي المحدد بنصفين هذه طبعاً نسميها الزاوية الجزء من المستوي المحدد بنصفين مستقيمين الذين يشتركان بنقطة نسميها الزاوية طبعاً هذه نسميها الزاوية هذه هي الزاوية طبعاً لكل زاوية هناك رأس للزاوية طبعاً إذا رمزنا لها بهذه النقاط قلنا كل نقطة نرمز لها بحرف كبير فهذه الزاوية هذه النقطة التي تشتركان بها هذان المستقيمين نسميناها A فرأس الزاوية لكل زاوية رأس الزاوية فالA هي رأس الزاوية ولدينا ضلع الزاوية A-C هو ضلع و-A-B أيضاً ضلع ف-A هي رأس الزاوية و-A-C و-A-B هما ضلع الزاوية كما قلنا الزاوية هي المنطقة المحصورة بين النصفي المستقيمين الذين اشتركوا بهذه النقطة طبعاً هذه بالنسبة للزاوية كيف نرمز للزاوية نرمز لها بشكلين أولاً نرمز لها بحرف واحد حرف واحد مثلاً الزاوية هون نرمز لها برأس الزاوية هي A فنكتب A بحرف واحد A وعليها هذه الإشارة هذا نقصد منه بالزاوية A بهذه الزاوية أو نستطيع أن نرمز لها بطريقة أخرى بهذا الشكل طبعاً رمزناها بحرف واحد نستطيع أن نرمز لها بثلاثة أحرف B A C أيضاً نضع عليها هذه الإشارة أي نقصد منها الزاوية فلاحظنا رمزنا لها بثلاثة أحرف ولكن الحرف المطلوب الزاوية رأس الزاوية المطلوبة نكتبها في المنتصف دائماً نستطيع أن نكتب أيضاً C A B المهم أن يكون رأس الزاوية المطلوبة في منتصف الحرفين الآخرين فنرمز لها بحرف واحد بهذا الشكل برأس الزاوية وأيضاً بثلاثة أحرف بحيث يكون رأس الزاوية في منتصف الحرفين الباقي طبعاً هذه بالنسبة للزاوية نأخذ أنواع الزاوية أنواع الزاوية أولاً الزاوية المنعدمة الزاوية المنعدمة عندما ينطبق ضلعاء الزاوية فنقول عنها زاوية منعدمة أي إذا عندي بهذا الشكل مثلاً زاوية بهذا الشكل زاوية ولكن عندما ينطبق الضلعان لم تبقى الزاوية صفر فنقول عنها الزاوية المنعدمة الزاوية المنعدمة يكون تكون ضلعاها طبوقان وقياسها صفر قياسها يساوي للصفر بهذا الشكل لدي الضلعان طبوقان القياس صفر هذه نسميها الزاوية المنعدمة اثنين الزاوية الحادة الزاوية الحادة الزاوية الحادة أي طبعاً قلنا إذا قياسها صفر تكون منعدمة لكن عندما تكون أكبر من الصفر واحد اثنين ثلاثة إلى أقل من تسعين أصغر من تسعين نسميها زاوية حادة طبعاً هذه الأداة الهندسية نسميها المنقلة نستخدمها لقياس الزاوية أداة هندسية طبعاً الأداة الهندسية هذه نلاحظ أنها مرقمة هذه صفر عشرة عشرين ثلاثين تسعين إلى مية وثمانين طبعاً مرقمة من صفر إلى مية وثمانين وأيضاً بالعكس من مية وثمانين إلى صفر نلاحظ فياك نستخدمها أيضاً قلنا للقياس الزاوية فا بالنسبة للزاوية الحادة طبعاً نلاحظ~!! إذا سبتنا المنقلة هذه الزاوية صفر هذه هي الزاوية صفر نلاحظ هذه هي الزاوية التسعين فأي زاوية بين أكبر من الصفر وأقل من التسعين هي زاوية حادة مثلاً إذا قلنا هذه هي الزاوية تلاتين هذه الزاوية 30 فهذه قياسها 30 درجة فنسميها زاوية حادة لأنها بين أكبر من الصفر وأصغر من 90 أيضا إذا أخذنا مثلا 60 هذه هي 60 نلاحظ أيضا هذه الزاوية أكبر من الصفر وأصغر من 90 فهذه الزاوية أيضا حادة نلاحظ شكلها هي زاوية حادة طبعا 30 حادة 60 حادة 70 حادة 80 حادة هي أكبر من الصفر وأقل من التسعي النوع الثالث من الزاوية الزاوية القائمة الزاوية القائمة هي الزاوية التي قياسها ساوي 90 درج 90 درج كما قلنا نرسمها بالمنقلة بهذا الشكل هذه الزاوية طبعا هون الصفر نلاحظ الزاوية 90 هذه هي هذا الرقم 90 فهذه هي الزاوية القائمة التي قياسها 90 درج طبعا نقول عن زاوية القائمة عندما يشكل ضلعها زاوية قائمة نقول إنهما متعامدان أي هذا الزلع عمودي على هذا الزلع وأيضا هذا الزلع هو عمودي على هذا الزلع لأن قياس زاويتها تساوي 90 درج فالزاوية القائمة قياسها تساوي 90 درج النوع الرابع الزاوية المنفرجة الزاوية المنفرجة طبعا قلنا الزاوية المنعدمة قياسها صفر الزاوية الحادة أكبر من الصفر أقل من 90 الزاوية القائمة 90 الآن إذا كان أكبر من 90 الزاوية التي قياسها أكبر من 90 طبعا وأقل من 180 نسميها الزاوية المنفرجة الزاوية المنفرجة هي الزاوية التي قياسها أكبر من 90 وأقل من 180 درج أي بهذا الشكل نلاحظ هذه المنقلة الزاوية المنفرجة الزاوية المنفرجة هي أكبر من 90 هذه 90 فأكبر من 90 100 110 120 إلى آخرين نلاحظ إذا كان 100 مثلا هي زاوية المنفرجة إذا كان مثلا 120 إذا كان 140 إذا كان 160 المهم يكون بين التسعين أكبر من التسعين وأقل من 180 طبعا يتكون زاوية منفرجة بهذا الشكل طبعا قلنا منفرجة هذه هي أكبر من 90 الزاوية الحادة أقل من 90 الزاوية القائمة 90 المنفرجة أكبر من 90 طبعا بقي لدي نوعان الزاوية المستقيمة الزاوية المستقيمة قياسها 180 درجة قياسها 180 درجة بهذا الشكل الزاوية المستقيمة طبعا صفر 180 بهذا الشكل هذه هي الزاوية المستقيمة من صفر إلى 180 فالزاوية المستقيمة قياسها 180 درجة لدينا النوع السادس الزاوية الكاملة الزاوية الكاملة طبعا هي تتمثل بزاوية الدائرة كامل دائرة أي بهذا الشكل كامل الدائرة 360 درجة طبعا قلنا الزاوية المستقيمة هي 180 درجة يعني من هنا لهم 180 وأيضا من هنا لهم 180 ف180 و180 هي 360 درجة فأخذنا 6 أنواع للزوايا الزاوية المنعدمة الزاوية الحادة الزاوية القائمة المنفرجة المستقيمة والزاوية الكاملة لدينا ملاحظة أنه لكل زاوية هناك زاوية منعكسة لكل زاوية هناك زاوية منعكسة هذه هي الزاوية مثلاً إذا كان لدي هذه الزاوية الحادة أيضاً فزاويتها المنعكسة هي هذه الزاوية لكل زاوية هناك زاوية منعكسة لنأخذ الآن العلاقات بين الزوايا العلاقات بين الزوايا أولاً الزاويتان المتجاورتان الزاويتان المتجاورتان تشتريكان بضلع وزاوي والضلعان الآخران يقعان في جهتين مختلفتين بالنسبة للضلع المشترك الزاويتان المتجاورتان تشتريكان بضلع وزاوي والضلعان الآخران يقعان في جهتين مختلفتين بالنسبة للضلع المشترك أي بهذا الشكل إذا كان لدي زاويتان إذا كان لدي زاويتان A B طبعا هون C فهون كمان D لدينا الزاويتين نلاحظ الزاويتين B A D هذه الزاوية هذه الزاوية وال D A C هذه الزاوية هذان الزاويتان نسميهما زاويتان متجاورتان نلاحظ أنهما متجاورتان أي جيران طبعا فقط نلاحظ بينهما ضلع مشتركة فقلنا تشتركان بضلع وأيضا زاوية نلاحظ الزاوية هذه الزاوية مشتركة بين هذه الزاوية وهذه الزاوية قلنا B A B A D وقلنا D A C فالزاوية A مشتركة بين الزاويتين وأيضا الضلع A D مشترك بين الزاويتين فنسميهما زاويتين متجاورتين بينهما ضلع مشتركة وزاوية مشتركة بهذا الشكل هذان اسمهما الزاويتان المتجاورتان الزاويتان المتتهمتان الزاويتان المتتهمتان هما الزاويتان الذان مجموعهما تسعين درج يكون مجموعهما يساوي مجموع خياسهما يساوي تسعين درج ايف اذا كان لدي مثلا الزاوية نلاحظ ان مجموع الزاويتان تسعين درج مثلا اذا كان هذه الزاوية ستين درجة وهذه الزاوية ثلاثين درجة فان مجموعهما ساوي تسعين درجة فنستطيع ان نقول ان بي ا ا ا ا ا ا زائد ايف ا ا ا ا سي يساوي تسعين درجة فهما زاويتان متتهمتان طبعا ليس الشرطا ان يكونوا متجاورتين مثلا إذا كان لدي هذه الزاوية 30 وهذه الزاوية 60 فأيضا نقول إنهما متتامتان لأن مجموعهما 90 درجة طبعا مثلا 45 و45 أيضا متتامتان مثلا إذا طلب مننا إيجاد متممات للزوايا مثلا إيجاد متمم للزاوية 70 كيف نوجد متمم للزاوية 70؟ عندما نقول متمم يجب أن يكون مجموعه 90 درجة مجموع هذه الزاوية والزاوية المتممة لها 90 درجة أي نستطيع أن نقوم بإيجاد متممها من خلال طرح 70 من 90 فيعطينا 20 فمتممة 70 هي 20 بأن مجموعهما يصبح 90 درجة الزاويتان المتكاملتان الزاويتان المتكاملتان هما الزاويتان اللتان مجموعهما مجموع قياسهما يساوي 180 درجة مجموع قياسهما يساوي 180 درجة مثلا الزاوية مثلا الزاوية مثلا الزاوية 90 والزاوية أيضا 90 هما زاويتان متكاملتان هذان الزاويتان متكاملتان لأن مجموعهما 180 درجة أي أيضا إذا قلنا إذا قلنا هذه الزاوية 60 هذه الزاوية طبعا 120 هذان الزاويتان مجموعهما يساوي 180 درجة فنقول إنهما زاويتان متكاملتان طبعا عندما يطلب مننا إيجاد مكملة للزواية مثلا أعطانا الزاوية 50 لإيجاد مكملة الزاوية 50 ماذا نفعل؟ نقوم بطرح 50 من 180 أي 180 ناقص 50 يعطينا 130 ف130 هي مكملة 50 لماذا؟ لأن 130 زائد 50 يعطينا 180 ونحن قلنا إذا كان مجموع قياسي الزاويتين يساوي 180 نقول إنهما زاويتان متكاملتان الزاويتان المتقابلتان بالرأس الزاويتان المتقابلتان بالرأس الزاويتان المتقابلتان بالرأس تشتركان بنقطة برأس مشتركة وكل منهما هو امتداد لضلع الأخرى نلاحظ إنهما تشتركان بهذه النقطة مثلا بي سي دي اف نلاحظ بأن ضلع كل منهما نلاحظ A B إذا مددناها في الاتجاه الآخر يعطيني ضلع للزاوية الأخرى وأيضا ضلع من هذه الزاوية A C إذا مددناها في الاتجاه الآخر يعطيني ضلع من الزاوية الأخرى فالزاويتان المتقابلتان بالرأس تشتركان بنقطة وضلع كل منهما هو امتداد للضلع الأخرى وهي بهذا الشكل متقابلتان بالرأس طبعا لدينا ملاحظة الزاويتان المتقابلتان بالرأس متساويتان في القياس دائما الزاويتان المتقابلتان في الرأس متساويتان في القياس أي إذا كانت هذه الزاوية 30 فهذه الزاوية أيضا 30 لأنهما متقابلتان بالرأس مثلا أيضا لدينا هذه الزاوية وهذه الزاوية أيضا متقابلتان بالرأس كما نلاحظ هما أيضا متقابلتان بالرأس فإذا كانت هذه الزاوية مثلا 120 فهذه الزاوية أيضا تكون 120 لأنهما متقابلتان بالرأس فمتساويتان في القياس لدينا ملاحظة مجموع الزوايا المتجمعة حول النقطة يساوي 360 درجة طبعا ملاحظة مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة تساوي 360 درجة أي إذا كان عندي مثلا مثلا هذه الزوايا إذا كان لدي هذه الزوايا نلاحظ مجموع هذه الزوايا ستكون 360 درجة أخذنا الزاوية الكاملة عندما كانت تشكل لدينا دائرة كاملة فكان مجموعها 360 درجة كان قياسها 360 درجة فمجموع الزوايا المتجمعة حول النقطة أيضا يكون قياسها 360 درجة مجموع هذه الزوايا مع هذه الزوايا مع هذه الزوايا يعطينا 360 درجة بقي لدينا منصف الزوايا منصف الزوايا منصف الزوايا هو نصف المستقيم الذي يقسم الزوايا إلى قسمين متساويين هو نصف المستقيم الذي يقسم الزوايا إلى قسمين متساويين أي إذا كان لدي الزوايا إذا كان لدي هذه الزوايا فالنصف المستقيم الذي يقسمها إلى نصفين متساويين نصف المستقيم الذي يقسمها إلى نصفين متساويين نسميها منصف الزوايا مثلا إذا كانت هذه الزوايا الكاملة 60 فيكون كل منهما 30 درجة لأنها طبعا هذا هو منصف الزوايا عندما نقول منصف الزوايا فيقسم الزوايا إلى قسمين متساويين طبعا هذا كان بالنسبة لدرسنا مفاهيم الهندسية وبعض العلاقات بين الزوايا ومنصف الزوايا وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر